انطباعتك عن صدام حسين قلت هو شخصية كان يعني بما معناه معتد بنفسه أو شيء من هالقبيل. لا مو معتد خلي أكون دقيقة أرجع بس أرد أقول أنه هذه كان أطلق عليها بعدين جماعة القاهرة هل قد كانت متميزة بشخصياته بسلوكه باتجاه الوطني القومي وبما قامت بي يعني يعني فيما بعد فسموها جماعة القاهرة. الرئيس الدام حسين كان يعني شاب إلى كارزمة خاصة وكان هادئ طباء وتقرأ في شخص الحزم الصارم خاصة لما تجي مواضيع معينة كان هو ينحى منحى أنه يكون مباشر وحاد أكثر من الآخرين وهذا بعدين فيما بعد الظاهر أنه كان أحد العبعاد الرئيسية في شخصيته أولا يعني أنت تأخذ الخلفية مالته هو يعني رجل جاي مو من المدينة وجاي من تكريد أو حوالي تكريد فهذول الناس ما يعرفون النفاق الاجتماعي ولا يعرفون كذا يعني في القضايا الرئيسية يكون هو مباشر أنا كنت أشوف على الآخرين الآخرين أنه يحسبوا لحساب يحتربوه رغم أنه أنت قلت وكان في مستوى تنظيم أدنى وابنفس الوقت يجنبوه يعني يجنبون إثارته تتلاحظ شون يعني مثلا شنو يجنبون يعني قصد يكون الكلام حذرين منه حذر تتلاحظ شون بس هذا إلى جانب أو شخصية يعني دمثة لطيف قلت منكت يعني يعني يضحاك ويسعلب وكذا طبعا فكان عندها أصدقاء العديد من الأصدقاء الكثيرين كان من أقرب الناس إلى مثل ما قلت يمكن هو عبد الكريم الشيخ تمام وفاتك الصافي يعني دولة كانوا طاه ياسين العلي العلي وهكذا طبعا إلى جانب دولة كانوا أيضا أكو فؤاد الركابي ما يرحمه فيه أيضا كان في القاهرة أي بس مو من ضمن المجموعة كان ظاهر كان أكو خلافات بيننا خلافات حزبية حزبية يمكن في ضو يعني ترتبت في ضو ما جرى في العراق ما جرى في العراق باغتيال عبد الكريم القاسم